وفي لبنان أيضا وللمرة الأولى تصل الضربات الإسرائيلية منطقة الهرمل أحد معاقل حزب الله في شمال شرقي لبنان وتبعد حوالي 130 كم عن الحدود مع إسرائيل ومنذ أكتوبر الماضي قتل في لبنان 331 شخصا على الأقل معظمهم من عناصر حزب الله وفقا لإحصائية نشرتها وكالة فرانس بخيس وفي وقت سابق أكدت مصادر للعربية أن واشنطن أبلغت بيروت بعدم قدرتها على إيقاف إسرائيل عن شن حرب في الجبهة الشمالية التصعيد المستمر والاستهدافات النوعية تعيدنا للتساؤل والمخاوف المتكررة هل تندلع حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله؟